انضم عام 1975 إلى فريق الترجير الرياضي التونسي وتدرج في صفوفه وفي 6 ديسمبر 1981 لعب أمام الملعب التونسي 3 إلى 0 أولى مبارياته مع الأكابير أصبح معلول طوال الثمانينات أحد ركائز الفريق متحصلا معه على ألقاب عيدة ورغم أنه لاعب وسط إلا أنه كان أحد أبرز هدذا في الفريق لاسما كاخصائي تنفيذ ضربات الجزائي